السلام عليكم هذه شجرتنا التفاح البلدي ممكن التفاح الأحمر والتفاح الأصفر ما ينجح في القصيم بشكل كامل تحت الشمس وفي ظل التفاح درس الحرارة عندنا إلى 40 و45 معظم مرات 50 في بعض الأيام إلا أن شجرة التفاح البلدي اللي هو تفاح أخضر صغير ناجحة بشكل كبير جدا ومثمرة إن شاء الله أصورها لكم أيضا في حديقة أحد العملاء إن شاء الله في برائدة كبيرة جدا وين عمراتها 11 سنة مليانة وبدأت تثمر يعني شوفوا الآن هنا هذة الأثمرات هذه التفاحات الصغيرة طبعا هذه الشجرة كانت هنا يمكن تذكرها كانت موجودة بجنب الحمضيات ونقلناها في الشتاء بعروقة كذا وركبناها لأن قلنا نقل في الشتاء فقط متاح بدون ترب على الجدو لكن بعد ما يقضي الشتاء بعد شهر ثنين خلاص بيكون نقل الأشجار لا بد أن يكون في تربة يعني تحفر لها من هنا وتضبطها بحيث تضبط الواضع إن تطلع الشجرة معاك هي وحوضة تقل تنقلها صيفا شتاء ما في أي مشكلة يعني إذي لس الشتاء ميزته إنه عادي أقلع الشجرة كذا قال وركبها منها بدون تربة أي شجرة كانت ما في أي مشاكل في الشتاء يعني بعز الشتاء يعني في شهر 12 شهر واحد ميلادي هذا هو الشتاء ترى شهر فبراير ما عند في شتاء عندنا خلاص تغير مناخي شهر مارس اللي تشوفون حر تقلبات الطقس فالله مستعان حبيت بس وريكم الشجرة هذي والموجودة في مشاكلة السورة الزراعية وصغيرة يمكنها 30 سنتي وهذه تكاثر من العقل يعني مو لازم تكون مطاعة ممكن تزراعها من العقل يعني إذا زراعتها بعدين تقدر تعقل منها في الشتاء لأنها يطيح وراقة كاملة في الشتاء إذا طاحت وراقة تقلص وتعقل منها وتسأل عندك الشتاء